اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكونات رعدية شديدة تنشط بمناطق الشمال الشرقي وايضا بالوسط نحكي عن نزول امتر محليا غزيرة بتونس الكبرى ولي كانت مسحوبة بتساقطة البرد ايضا باماكن محدودة والليلة تبقى مواشرات نزول الغيث نافع متواصلة بشمال وبلوسط امتر متفرقة وموقعة رعدية بكمية محلية نهمة في مخصد درجات الحرارة الليلة نتوقع بسكون مبين 24-28 درجة باغلب المناطق باستثناء المرتفعات تقريبا في مستوى 19 درجة الليلة بالجنوب نتوقع التقسي يكون احيانا كثيف في السحب يوم الغد ان شاء الله مواشرات الغيث النافع تبقى متواصلة باغلب المناطق بعد الظهر نتوقع نزول امتر متفارقة وموقعة رعدية بالشمال بلوسط ومحليا بالجنوب ان شاء الله باش نعيش التراجع نسبي في درجات الحرارة مقارنة بسجنة اليوم الحرارة قصوى يوم الغد تكون في مستوى 32 درجة بتونس الكبرى وأيضا بنابل نتوقع 28 بقليبيا 32 بزغوان أقل بأقصى شمال بمنزرد في مستوى 31 درجة بربع الشمال الغربي نتوقع 27 بتبرقة 32 بباجا وبجندوبة 31 بالكاف وأيضا بسليانة بمناطق الوسط في مستوى 30 بتالة 35 بالقيروان بجية الساحل بسوسة و بالمنستير 32 درجة نتوقع 30 بالمهدية بعاصمة الجنوب باسفيقس 33 أيضا بغرقنا وبسيدي بوزيد بالقاسرين 31 درجة بمناطق الجنوب الغربي نتوقع 35 بيقافسة 37 بتوزر بيقبلي الحرارقوس وتكون في مستوى 36 35 بيقابس وبقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة تصل حرارقوس إلى مستوى 34 35 بمدنين و بتطوين و 34 برمادة بالنسبة للملاحة وسيط البحري بسوحنة الشمالية منطقة إيسيرات وخليستونس ريح تكون جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتتزاوز إلى 40 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر يكون مثرب إلى قليل الاثراب بمنطقة سيرات وقليل الاثراب بخليج سونس بالنسبة لخليج حمامات وجهة تساحل وصولا لمنطقة تشابة ريح تكون مياه قطع الجنوب سرعتها من 10 إلى 15 عقدة وتتزاوز إلى 40 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحر يكون قليل الاثراب وبخليج جابس ريح تكون مياه قطع الجنوب ثم تتجه إلى شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة صباحا وتتقوى فعاليتها بعد ظهر تقريبا تتروح بين 15 إلى 20 عقدة وتتجاوز إلى 40 أثناء ظهور الصحاب العادية والبحر يكون قليل الاثتراب فمضترب كالعادة نمدوكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية بين وكشت نتوقع 33 درجة بعد سحب المغرب الأقصى سماء صافيا بالجزائر 27 نتوقع 32 بيترابلوس بالخرطوم تقسي يكون أحيانا كثيفة سحب 39 درجة سماء صافيا بالقهرة 36 بالبقاء المقدسة حرارة نسبية مرتفعة بالمدينة منورة وبمكة المكرمة 41 بالدوحة سماء صافيا بأبوذبي وبمسقط 32 تسعة وثلاثين بالكويت 44 ببغداد بالشرق الأوسط سماء صافيا بدمشق ببيروت وبالقدس الشريف 28 درجة بإستنبول نتوقع ظهور بعد سحب 25 وبالنسبة لأوروبا نزول بعض الأمتر المتفارقة برومة 28 نتوقع 27 بفيننا بعد سحب ببرلين بأمستردام وأيضا بمارسيليا سماء صافيا ببريوكسيل بجناف وببريس 27 درجة بشبه الجزيرة الأيبيرية نتوقع 31 بمدريد و30 درجة بلشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة مواشرات الاثترابات الجوية ونزول الأمتر موقعا رادية بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب تبقى متوسطة يوم الخميس فيما خص الجنب الحركي ريح تكون في أغلبها من قطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى حدتها أخر نهار بخليج جابس البحر يكون قليل الاثتراب في محليا مضترب بخليج جابس وفيما خصت درجات حرارة قصوى تقريبا تتروح من 30 إلى 35 درجة بأغلب الجيات باستثناء المرتفعات تكون في مستوى 28 درجة يوم الجمعة تتنقل تيارات الهوائية لتكون من قطاع الشمالي بأغلب مناطق البلاد تباعا لذلك من سجل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة ومؤشرات الغيث النافع تبقى متواصلة بأغلب مناطق البلاد يوم الغد شرق شمس بإذن الله يكون في الساعة الساديسة و4 دقائق غروبة في الساعة الساديسة و21 دقيقة لمزيد من المعلومات والرشادات الموقع الخاص بالمهد الوطني تبعثوا رسالة قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع الصوتي 88.40 أربعة أسفار أوقات صالة اليوم الغد صالة صبح بداية من رابعة و37 دقيقة ظهر متوسف النهار و20 دقيقة العسر في الساعة 43 دقيقة صالة المغرب في الساعة الساديسة و23 دقيقة وصالة العشاء بإذن الله في الساعة السابعة و48 دقيقة شكرا على حسن متابعة والإتمام إلى اللقاء